السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد وحياكم الله جميعا إلى المجلس الأخير من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له وقفنا عند قولي المصنف رحمة الله عليه كتاب العتق كتاب العتق سأتناول إن شاء الله الحديث التي أوردها المصنف رحمة الله عليه في هذا الباب أو في هذا الكتاب وأيضا باب المدبر والمكاتب وأم الولد قبل ما أبدأ بالتعليق على الأحاديث في هذا الباب أقدم بمقدمة حول مسألة فهم مسألة العتق ومسألة الرق العبودية في الإسلام للأسف الشديد يوجد من المسلمين من أصبح صيدا سهلا لمن يريد أن يطعن في الإسلام أو يشغب على المسلمين أو كذا ويزعم بأن دين الإسلام دين رق عبودية وشيء من هذا القبيل وللأسف بسبب الفقر العلمي بسبب ضحالة الفكر بسبب عدم القراءة الصحيحة تجد بعض الناس الآن ربما أصبح صيدا سهلا لمثل هذه الشبهات ولمثل هذه الإفك والمين ولذلك سأبدأ بمقدمة حول هذه القضية لأكشف لكم جميعا عظمة الإسلام في التعامل مع العبودية ومع الرق اللي حاصل في البشرية أولا عندنا من الناحية الشرعية الأصل في الإنسان عموما الحرية وليس العبودية الأصل في الإنسان الحرية وليس العبودية هذه القاعدة الأولى أما فيما يتعلق بعلاقة المسلم بربه جل وعلا أو علاقة الإنسان بربه جل وعلا فالجميع عبيد لله قال جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا والعبودية بالنسبة للبشر في علاقتهم بربهم نوعا عبودية اختيار وعبودية اضطرار عبودية الاضطرار جميع الخلق عبيد لله عبودية الاختيار هي عبودية أهل الإيمان والإسلام هذا الأمر الأول أمر الثاني مثل ما قررت أنا قبل قليل الإسلام ينظر على الجنس الإنساني أنهم أحرار وليس عبيد والعبودية طارئة وليست أصل طارئة وليست أصل المسألة الثالثة العبودية والرق كان موجودا قبل الإسلام في جميع الملل جميع الأمم جميع النواحي وكانت صورتها بشعة فلقد كانوا يستعبدون الأحرار ولقد كانوا يستعبدون ويقطعون الطريق ويستعبدون يعني من يسطون على قوافلهم ويجعلونهم عبيد كان الرجل إذا ما استطاع الوفاء بدينه استعبد كانت العبودية تقوم على خطف الناس وجعلهم عبيدا وقصة زيد بن حارثة رضي الله عنه خير مثال زيد من حر أخذ من بين يدي أمه وهي مسافرة وبيع في مكة فكان عنده خديجة ثم اكتشف فيما بعد أنه من القبيلة الفلانية وجاء أهله يريدون أخذه فاختار النبي عليه الصلاة والسلام على أهلي لما رأى لما رأى من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام إذن الأمم السابقة كلها بجميع أشكالها وألوانها وجهاتها كانت عندهم العبودية فلما جاء الإسلام ضيق مجال الرق العبودية كانت عند الأمم وسائل شتى لاستعباد الناس أما الإسلام فرفض هذه الوسائل كلها وسد هذه الأبواب كلها ولم يبقي إلا بابا واحد وهو باب الأسرع باب الجهاد في سبيل الله لما يحصل أسرع للإمام يعني السلطان الحاكم حرية الاختيار فإما منن بعد وإما فداء فالإمام هو يتصرف على الأمة بالمصلح لأن تصرفات الإمام على الأمة منوطة بالمصلح فإذا رأى بأن هذا الأسير يمنع عليه بإطلاق السراح يطلقه إن رأى بأن هذا الأسير يفدى يعني مقابل فدية كذلك إن رأى أنه يسترق كذلك أنا قعد أرتب الآن المسائل بارك الله فيكم طيب المسألة الأخرى وهي المهمة جدا أن هذا الباب الواحد للعبودية جاءت الشريعة فدعت الناس إلى قضية العتق تشوفت إلى قضية العتق تشوفت إلى قضية العتق وأمرت وحثت وحرضت وبيّنت الفضل الكبير ولذلك مما يدول على هذا عندنا الكفارات ما من كفارة من الكفارات الواجبة إلا وفي عتق رقبة أيضا الأحاديث التي في فضل العتق سأقرأها بعد قليل كيف أن العتق له فضل كبير وثواب عظيم ولذلك ضاقت مسألة الرق العبودية في الإسلام حتى أصبح الرق قليل جدا بينما الأمم السابقة تستعبد الأحرار وتقطع السبيل ومن لا يستطيع الوفاء بالدين استعبدته أصبح عبدا عندها في مقابل هذا المال أمر آخر العبودية أصلا عندنا هي على الحل بمعنى أن نلوى للأمر أن يقيد المباحة هي مباحة أن يقيد المباحة ولذلك الآن انتهت العبودية حكام المسلمين علماء المسلمين أظن في الستينات إذا ما نوام أنا لا أضبط التاريخ خلاص انتهت مسألة العبودية ما أصبح هناك عبيد وأرقة لماذا؟ لأن أصع على الباحة وليست على الوجوب والإمام مخير كما ذكرت أنا قبل قليل واضح؟ مسألة أخرى الميزان الشرعي في دين الإسلام ليس هي الطبقية ما عندنا طبقية عندنا الميزان الشرعي إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم عبد تقي أو فاجر شقي ولذلك الإسلام لا ينظر إلى الناس نظرة طبقية لا ينظر إلى الناس على قدر قربه من الله وتديونهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم ونصوص القرآن والسنة كلها تشير إلى هذا المعنى ولذلك برز في تاريخ الإسلام موالي وعبيد أصبحوا سادة بماذا؟ بالعلم لأن الشريعة يعني أعطتهم الحرية والفرصة إلى أن يطلبوا العلم وكذا يعني عندك عطاء بن أبي رباح هذا كان عبد مملوك لمرأة في مك إمام من أئمة الدنيا إمام من أئمة الدنيا وذكره باقي إلى يوم القيام هذا يدل على أن الشريعة تمنح هؤلاء الأرقى الفرصة وتعطيهم حتى ماذا؟ يطلب العلم ولذلك عندنا كثير من العلماء لما نأتي إلى تراجم هؤلاء العلماء نجد بأنهم أصر أنهم كانوا أرقى وعبيد حيث يدل على عظم الدين الإسلام مسألة أخرى ما يتعلق بوصية النبي عليه الصلاة والسلام بهم في آخر حياته في آخر حياته النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أوجب على السيد أن يراعي هذا العبد المملوك الذي عنده في خطوات كثيرة جدا يعني مثلا أضربكم مثال فيما يتعلق بقضية أنهم إخوان لنا إخوان لنا يعني لا يجوز أن ينظر الإنسان الذي عنده عبد نظرة فوقية ينظر إليه من علوم قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إخوانكم خوالكم ومن كان أخوه تحت يده يعني خدمكم ومن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما لا يطيق ما لا يطيق ما يكلفه الله أكبر إذن تطعمه من طعامك وتكسوه من نفس الثياب لتلبسها وأيضا ما تكلف ما لا يطيق مسألة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن حتى منادات هؤلاء ما تكون منادات فيها جرح لمشاعره قال لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتايا وفتاتي وإن كانت هذه المسألة طبعا يدخلون في كتب العقائد يعني سد للذريعة وحسم لمادة المشاركة ولذلك هذا أيضا فيه جانب وهي إعطاء هذا العبد قيمة أو هذه الأمة مسألة أخرى نهأ النبي عليه الصلاة والسلام عن ضربهم وعن سبهم وعن لعنهم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مسعود البدري الأنصاري لما كان يضرب عبده ويصرخ العبد مر النبي عليه الصلاة والسلام فسمعه فكان يقول يا أبا مسعود يقول أبا مسعود فالتفت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اعلم يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد قال هو حرور لوجه الله قال لو لم تفعل لفحتك النار الله أكبر أبو ذر الغفاري لما سب عبده وقال يا ابن السوداء هذا العبد يعرف بأن له حقوق وأن النبي عليه الصلاة والسلام سيقف معه فرفع عمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر أعيرته بأمه إنك مرؤ فيك جاهلية قال أعلى كبر سني قال نعم فتاب أبو ذر حتى جاءت أحاديث تشير إلى أن أبا ذر كان إذا ركب داب بفرس جعل عبده يركب فرس إذا اشترى ثوب اشترى نفس الثوب لعبده يأكل يطعمه من نفسه ما يطعمه وهكذا أيضا عندنا مسألة ما يدل على تضييق جانب العبودية وتشوف الشريعة للعتق أن العتق يقول بأحد ثلاث أشياء لاحظ دقق معي العتق طرق يعني يقع العتق بأحد ثلاث أشياء أولا القول يعني يأتي الشخص ويقول أنت حر أنت عتيق يقع حتى ولو كان هازلا لاحظ يعني لو شخص قال لعبده أنت حر لوجه الله ثم قال أمزح خلاص ما يرجع فيها لقول النبي عليه الصلاة ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منها العتق فإذا اعتقه ولو مازحا أصبح حرا لماذا؟ لأن الشريعة أصلا تتطلع إلى العتق وتتشوف إلى العتق وتحث وتحرض وتدعو إلى العتق فيكون عتيق الثاني بالفعل كيف بالفعل؟ لو اعتدى من يملك العبد عليه فبجناية قطع عضو أو بجرح غائر مثل الجائفة مثلا عتق مباشرة سيأتي معنا إن شاء الله يعتق مباشرة أما إذا كان جرح بسيط أو ضربه بحيث ضرب لا يعني يحصل فيه إدماء لا ما يعتق إلا أن هو يتخيل هذا يدل على ماذا؟ على أن الشريعة ضيقت مسألة الرقب العبودية ودعت إلى العتق أيضا يحصل أيضا ويقع بالملك ملك ذا الرحم سيأتي إن شاء الله إذا ملك ذا رحم خلاص يعني مثلا والده رقيق فاشتراه عتق والده ابنه عمه خاله عمته خالته وهكذا هذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن الشريعة ضيقت جانب هذه حقيقة خطوة يعني مسائل أذكرها ليس على سبيل التفصيل أنا ذكرتها تنبيهم فقط وإلا المقام ليس مقام يعني جواب على هذه الشبهة لكن أنا أعتقد هذه كفيلة اللي ذكرتها أنا كفيلة بأنها تفهم كثير من المسلمين هذه المسألة هذه المسألة بل أزيد كثير من الأرقة في التاريخ الإسلامي كان يرفضون الحرية لماذا؟ لأن يقول إذا أطلق يعني إذا حررني قد أموت جوع قد لا أجد سكن قد لا أجد من يأويني فهو عند سيده في قصر ويأكل من طعام من نفس طعام سيده ويلبس من نفس لباس سيده ويستضل بنفس الظلال الظلال البيت وكذا يقول إيش أبغى أروح في الشارع أو أروح أتعب في السوق مثلا وجد وجد حالات فلذلك يعني أنصح نفسي وإخواني يقرؤون في هذا وينظرون إلى يعني ما حصل لهذه المسألة في التاريخ الإسلامي وسبب ذلك يعني أصل العبودية هي أصلها الكفر وليس الإسلام يعني الرق هذا في الجهاد في سبيل الله فقط ضيقت الشريعة ضيقت الشريعة هذا الباب وقرأوا في الأمم السابقة كيف كانت العبودية عندها مفتوحة مفتوحة يعني مثل ما ذكرتك أبسط مثال ذكرت لكم إذا كان الشخص ما يستطيع سداد بقية دينة خلاص يصبح عبد ورقيق سامحوني أطلت يعني قليلا لأنه حبيت أقدم هذه المقدمة طبعا الحديث الآن أولا الآن الرق غير موجود ولذلك نحن ما نحتاج يعني لا نحتاج أن نسهب في الشرح أنا سأعلق تعليق يسير إلا في المواطن التي تحتاج إلى ذكر أحكام سأنبع عليها قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي ممرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار متفق عليه وللترمذي وصحاحه عن أبي أمامة وأي ممرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت أفكاكه من النار ولأبي داود من حديث كعب بن مرة وأي ممرأة أعتقت امرأة مسلمة فكان فكاكها من النار طبعا هذا الحديث برواياته فيه مجموعة مسائل فواد أولا حث النبي عليه الصلاة والسلام على عتق الرقاب وهذا أحد الأحاديث التي تشير إلى تشوف الشريعة على عتق الرقاب الأمر الثاني أن عتق الرقبة فيه فضل عظيم وذلك أن من أعتق رقبه فقد أعتق نفسه من النار وكل عضو في هذه الرقبة يعتق به المعتق من النار الله أكبر حتى جاء في حديث فرجه بفرجه فإذا أعتق إنسان عتق هو من النار وفك من النار المسألة الثالثة أن عتق الرجال أفضل من عتق النساء وذلك لما جاء في الحديث من أي ممرع مسلم أعتق امرأ مسلم استنقذ الله بكل عضو من وعضو من النار ورواية الترمذي الصحيحة أعتق امرأتين مسلمتين وهذا سبحان الله له حكمة وذلك أن المرأة لو أعتقت مثلا وكانت رقيقة ربما ضعت وربما استغلت استغلال سيء وربما يعني انحرفت ولذلك وجودها تحت في بيت آمن لا شك بأنه أفضل لكن لو اعتقها لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك لكن الأجر يكون بعطقي يعني بالنسبة لفكاكه من النار يكون بعطقي امرأتين مسلمتين وأيضا بعض العلماء يشير إلى ما يعني يتعلق بقضية التنصيف تنصيف المرأة بالنسبة في مقابل رجل أيضا المسألة الأخرى أن المرأة أيضا كالرجل في العتق فإذا عتقت امرأة مسلمة كان فكاكها من النار وكذلك لو أعتقت رجلا هذا الحديث برواياته يدل على فضل العتق وأن الله عز وجل يعتق كل عضو من أعضاء المعتق من النار في مقابل هذا العتق في مقابل عتق هذا العبد وهذا يدلنا على تشوف الشريعة للعتق وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله سلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيل وقلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها حديث أبي ذر طبعا متفق عليه الشاهد وأي الرقاب أفضل؟ يعني من حيث العتق أبو ذر رضي الله عنه حريص على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعه وقد سجلت دواوين السنة مجموعة من المواقف لأبي ذر وهو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام في أمور عظيمة جدا في أمور عظيمة جدا إذن الشاهد أي رقاب أفضل؟ أجاب النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الرقاب مجتمل على وصفين أولا أغلاها ثمنا وثانيا أنفسها عند أهلها فإذا كانت غالية الثمن ونفيسة عند أهلها يعني غالية عند أهلها يحبونها يريدون هذه الرقبة فعتقها بمثل هذا الطريقة أفضل عند الله عز وجل من بقية الرقاب والعتق طبعا إما يكون ابتداء من السيد تجاه عبده أو أن يشتري شخص هذا العبد فيعتقه لوجه الله عز وجل فيعتقه لوجه الله عز وجل ولذلك أغلاها ثمن لأن الرقاب تختلف أيضا من حيث الثمن تتفاوت فرقب عن رقبة فالرقبة الأمينة القوية الناصحة المتدينة ليس فيها عيب أغلا ثمن من من فيه عيب أو ليس فيه أمانة كذلك المحبة يعني أن تكون نفيسة عند أهلها غالية محببة ولذلك الله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وبالمناسبة يعني بعض الناس يفهم أن من عليها حكم بالقصاص أنه إذا سعى في يعني أطلاق سراحه بدفع الدية يكون قد أعتقى رقابه لا هذا غير صحيح ما لا علاقة عتق الرقاب باب مستقل يعني باب في يعني مسألة العبودية أما هذه لا في الجنايات هذه في الجنايات بارك الله فيكم لكن لا يعني بأن هذا ليس فيه أجر بل فيه أجر وثواب وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتقى شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منهما عتق متفق عليه ولهما يعني للبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وإلا قوّم عليه واستسعي غير مشقوق عليه وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر الآن عندنا صورة جديدة من صور العتق وهي صورة العبد الذي فيه شركاء ما معنى شركاء يعني فيه أكثر من شخص يملكون هذا العبد هذا المعنى بخلاف الحالات الأولى العبد يملكه واحد الآن عندنا مثلا أفترض ثلاث أشخاص يملكون عبدا لأن العبد فيه مالية أيضا يباع ويشترى طيب أراد شخص من هؤلاء الثلاثة أن يعتق حصته من هذا العبد إذن أعتقى الثلث أعتقى الثلث يبقى الثلثان أو الثلثين طيب هنا كيف تتم عملية العتق الباقي هل يكون بهذا مبعض أم هل يكون هناك جبر للباقين بعتقه مثلا ومن الذي يجبر على دفع الحصص هذا كله ما سأذكره في يعني الترتيب التالي أولا من أعتق حصته في العبد فإن ينبغي لبقية الشركاء أن يعتقوا حصصهم حتى ينالوا الأجر والثواب حتى ينالوا الأجر والثواب وينالهم الفكاك من النار على قدر نصيبه من هذا العبد على قدر نصيبه من هذا العبد فكل شخص يعتق ثلثه من النار بدلالة الحديث الأول اللي ذكرناه في بداية الباب هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه المسألة الثانية إذا أعتقى الشريك حصته من هذا العبد لوجه الله وأبى الآخران أن يعتقان وكان عنده مال فإنه يقوم أو يقيم هذا العبد تقويم عدل قيمة عدل ويعطى حصصهم من هذا العبد بمعنى الآن أفترض بأن عبدا قيمته تسعين ألف فجاء الشخص الأول أعتقاه لوجه الله أعتق كم قيمة ثلاثين ألف فبقي ستين ألف فإذا كان عند الشخص الذي أعتق مال يجب عليه أن يعطي شركاءه حصصهم حتى يعتق وهذا جبرا وقهرا وليس اختيارا يعني لا يخيرون بذلك واضح؟ بارك الله فيكم طيب قيمة عدل كيف بأنه يكون يقيمه مثلا أهل السوق مثلا أو الخبراء ولا يجوز لهما أن يستغل الموقف فيزيدان في قيمته يعني يقول واحد لا أنا ما أرضى أن تعطيني خمسين ألف حصتي طيب حصتك أنا ثلاثين ألف هذا المعنى بارك الله فيكم الحالة الثالث إذا كان الذي أعتق ما عنده مال ولا يستطيع أن يعطي شركاءه يعني حصصهم أو قيمة العبد هنا حصل حصل خلاف بين العلماء وسبب الخلاف مسألة لفظة واستسعية غير مشقوق عليه هل هي ثابتة أم لا الحافظ بن حاجر رحمة الله عليه قال وقيلة هذه صيغة تضعيف إن السعاية مدرجة في الخبر والإدراج بس من أقسام الضعيف كما لا يخفى عليكم فالذين ذهبوا إلى أنه يبعض يصبح عبد مبعض قالوا إذا أعتقى حصته في العبد وأبى الآخران أن يعتقى أصبح عبدا مبعض بعضه حر وبعضه عبد وقالوا بأن الحديث نص في هذا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فقد عتق منه على التبعيض منه تبعيض ما عتق يعني عتق منه الجزء الذي عتق فقط والباقي يبقى عبدا إذا هذي سمونا العبد المبعض بارك الله فيكم سبق أننا يعني تحدثنا في أنواع العبيد طيب القول الثاني قالوا لا بالنسبة للاستسعى واستسعية غير مشقوق عليه ثابت رواها البخاري ومسلم رواها البخاري ومسلم وذلك ثابت ثابت وأنا لا أريد أن ندخل في يعني كلام أهل العلم في مسألة يعني الرواية اللي حاصل في هذا لكن عموما هي ثابت هي ثابت ولله الحمد والمن وعليه قالوا واستسعية غير مشقوق عليه يعني يقوم العبد فيسعى بإعتاق نفسه جبرا بمعنى أنه ليس لهم الحق في أن يقولوا لا نحن ما نسمح لك بأن تعتق بقيتك لا يسعى فيعتق نفسه بمعنى أنه يجتهد ويكسب ثم يعطي بقية ثمنه للشريكي هذا هو المعنى هذا هو الراجع وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه رواه مسلم هذا ذكرت أنا قبل قلمة يتعلق بالملك وهي أن الولد لا يجزي والده ولا يكافئه إلا في حالة واحد وهي أن يجده مملوكا فيعتقه فقط وهذا يدلنا على عظيم حق الوالد والوالد المقصود فيه الأب والأم والولد المقصود فيه الذكر والأنثة الإبن والإبنة طيب بالنسبة للعتق كيف يكون هل لا بد أن يتلفظ الولد بعدما يشتري والده أو بمجرد الشراء يعتق قولا الجمهور يقولون بمجرد الشراء أصبح الوالد عتيق أصبح حرا لماذا؟ لأن الأصل أن الإبن لا يملك أباه لا يملك أباه فالشراءه لا يعني انتقال العبودية له انتقال مثلا كذا لا وأنه بمجرد الشراء عتق الأب الظاهرية ومن وافقهم فيه روايات عن بعض الأئمة قالوا بأنه لا بد أن يتلفظ لا بد بعدما ينتقل ملكه إليه يقول أنت حر لوجه الله وقول الجمهور هو الراجح وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر رواه الخمسة ورجح جمع من الحفاظ أنه أنه موقوف أنه موقوف الحديث سمرة تعرفون الخلاف في يعني رواية الحسن عن سمرة الكلام فيها طويل وسبق أننا ذكرناها في باب العقيقة وذكرناها في يعني مجالس مختلفة عموما هذا الحديث صحيح وهذا يدل على ما ذكرته قبل قليل وقول جماهير أهل العلم أن من ملك ذا رحم محرم فهو حر طيب من هو الرحم المحرم الأب الأم الإبن البنت العم الخال العمة الخالة الأخ الأخت وإن كان بعض العلماء أخرج الإخوة والأخوات لكن الراجح أنه من ذوي الرحم المحرم فيعتقون وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق أثنين وأرق أربع وقال له قولا شديدا رواه مسلم الحديث هذا حقيقة يعني تحته مجموعة مسائل وأحكام أولا بالنسبة للإنسان الذي ليس له مال ليس له مال إلا قليل لا يجوز له أن يضر بالورثة فيعتق مثلا أو فيتصدق بماله كله أو يوصي به بعد وفاته حتى قال العلماء ولا يوصي بالثلث هذا قول لبعض العلماء قالوا لماذا لأنه ما يبقى للورثة شيء والصواب أنه لو أوصى بالثلث جاهز بدليل هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق الثلث وترك الباقي للورثة هذا الأمر الأول ولذلك على الإنسان أن لا يضر عند وفاته بالورثة لأن للأسف بعض الناس يضر عند وفاته فيوصي وصية فيها ضرر الأمر الثاني مشروعية القرعة وأن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل القرعة هنا وسبق البحث أيضا وقلنا بأن القرعة فيها أدلة تقريبا ستة أحاديث في السنة وآيتان في القرآن يشيران إلى مشروعية القرعة الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام قسمهم ثلاثة أثلاث اثنين واثنين واثنين لماذا؟ لأنه سيخرج الثلث فصنع قرعة ما ثبت عندنا كيفية استعمال لطبيعة القرعة هل كتب هذا حر هذا عبد هذا حر وهذا عبد أو هذا عتيق وهذا كذا الله أعلم لكن حصلت القرعة الثأر الأمسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة تغيض عليه وقال له قولا شديدا لماذا؟ لأن هذا سيضر بالورثة والإنسان لما يفارق الدنيا يحتاج أن من يدعو له من يترحم عليه فهؤلاء الورثة إذا رأوا بأن والدهم قد تصدق بهذا المال فكيف يترحمون عليه أو قعهم في حرج وضيق وكذا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شدد عليه وقال له قولا قولا شديدا الأمر الآخر أن من أوصى بماله بكله مثلا فأنه لا ينفذ إلا الثلث لا ينفذ إلا الثلث وهذا أيضا بحثنا في باب الوصائل وعن سفينة رضي الله عنه قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم ما عشت رواه أحمد وأبو داود والنساء والحاكم سفينة هذا مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا اختلف في اسمي اختلافا كثيرا قيل بأنه اسمه مروان وقيل غير ذلك وقيل بأن سفينة أصلا لقب لقبه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان شديدا وقويا وله بنية يقول في أحد أحد سفرات النبي عليه الصلاة والسلام تعب الصحابة فكان كل واحد منهم يرمي ترسه ورمحه إليه فيحملها سفينة فلما رأاه النساء قال أنت سفينة هكذا جاء في ترجمته هذا الحديث يدل على جواز عتق العبد مع اشتراط منافعه عتق العبد مع اشتراط منافعه وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق متفق عليه في حديث الحديث هذا مضى معنا في باب البيوع لعلكم تذكرون المعاملات والبيوع ولو قصة قصة بريرة اللي فيها ثلاث سنن كما قال بعض العلماء في حديثها ثلاث سنن عموما الولاء لمن أعتق بمعنى أن الذي اشترى العبد واعتقه أو من أعتق العبد من دون شراء له الولاء طيب ما فائد ذلك فائد ذلك إذا مات هذا المعتق مات هذا المعتق وليس له وارث فإن الذي أعتقه هو الذي يرثه هو الذي يرثه ولذلك الولاء له الولاء يكون له فلأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة اشتريطي عليهم الولاء أن يكون لك الولاء هذا هو المعنى وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولاء لحمة كلحمة نسب لا يباع ولا يوهب رواه الشافعي وصحاح وابن حبان صحاح وابن حبان والحاكم وأصرف الصيحين بغير هذا اللفظ هذا الحديث يدل أيضا على أن الولاء لحمة كلحمة النسب ما معنى لحمة كلحمة النسب يعني مثل النسب هل قال لا يباع ولا يوهب هل تتصورون أن الإنسان ممكن يبيع نسبه يبيع عائلته وقبيله يقول مثلا والله أنا من العائلة الفلانية من يشتري مثلا أبيع هذا أو أهب هذا لفلان ما يتصور أو قبيلته والله يقول أنا من يشتري اسم قبيلتي أو مثلا أنا أهب اسم قبيلتي لفلان كذلك الولاء فإذا كان الشخص قد أعتق عبدا فالولاء له هذا الولاء لا يجوز لا يجوز للشخص أن يبيع هذا الولاء يقول والله أنا أريد أن أبيع ولائي مثل ما يسمون بيع المنفع نقول ما يجوز يريد أن يهب ولاءه مثلا نقول له لا يجوز هذا هو المعنى بارك الله فيكم قال باب المدبر والمكاتب وأم الولد عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم ابن عبد الله بثمانمائة درهم متفق عليه وفي لفظ للبخاري فاحتاج وفي رواية لمسلم وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال اقضي دينك باب المدبر المدبر هو العبد الذي الذي علق عطقه على موت سيده من الدبر يعني لأن آخر الشيء فيقول الشخص مثلا الذي عنده عبد إذا مت أن تحر إذا مت أن تحر هذا يسمى المدبر المدبر المكاتب هو العبد الذي يشتري حريته بأنجم بمال مثلا يقول ما أحد أعتقه يقول أنا أريد أن أعتق نفسي كم تريد مال يقول مثلا أريد مئة ألف فقال خلاص على أقصاط أو على أنجم هذا موجود ولذلك أمر أن يعانى المكاتب ويعطى من مال الزكاة وكذا أم الولد هي الأمة التي استولدها سيدها أما فحملت من سيدها حملا يصدق أن يعني يقال عنه حمل يعني يكون قد نفخ فيه الروح فإذا مات السيد أصبحت حرة أصبحت حرة يعني هي درجة أعلى من الأمة بمجرد موت السيد تصبح حرة تصبح حرة طيب الحديث الأول حديث جابر رجل من الأنصار أعتقى غلاما عن دبر يعني قال أنت حر أو عتيق عن دبر يعني بعد وفاتي بمجرد أموت تكون حر ولم يكن له مال وغيره ما عنده لذا العبد ما عنده مال وفي رواية فحتاج لفظ البخاري رواية النساء وكان عليه دين وكان عليه دين وهذا يعني أحيانا يوجد من الناس من عنده عاطفة دينية وطيبة لكنها لكن يخطئ أحيانا في التقدير تقدير الأشياء فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف بأن هذا الرجل الأنصاري رضي الله عنه يريد الخير وكذا لكن على حساب حقوق وواجبات عليه ديون عليه حقوق فقام النبي عليه الصلاة والسلام قال من يشتريه مني وهذا يدلنا على أن يجوز رجوع الإنسان في العتق إذا كان مدبرا يجوز أن يرجع فيه إذا كان مدبرا مثل الرجوع في الوصية الرجوع في كذا الرجوع في الوصية مثلا يرجع مدام في الحياة الرجوع في الهيبة قبل القبض أيضا هذه مسألة مهمة طيب فأخ قال من يشتريه مني يعني أرجع العبدها قال من يشتريه مني فقال اشتراه نعيم من عبد الرحام بثممائة درهم بثممائة درهم فأعطاه قال اقضي دينك اقضي دينك هذه يدلنا على جواز يعني العتق بعد الوفاة ويسمى المدبر الأمر الثاني جواز الرجوع في التدبير قبل الموت الأمر الثالث يجب على المسلم أن يوازن بين الحقوق والواجبات وأن يقدم الواجب على السنة أو على المباح أيضا وهذا الحديث نص فيها وعن أمر ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم خرجه ابداود بإسناد حسن وأصره عند أحمد والثلاثة صححه الحاكم هذا يدلنا على أن المكاتب ذكرت لكم الآن قبل قليل المكاتب هو الذي يشتري نفسه ليعتق نفسه مثلا فقال مثلا أبيعك بمائة ألف فسدد خمسة وتسعين ألف باقي كم خمسة ألاف خمسة ألاف هذه ما زال عبدا حتى يسدد جميع جميع ما عليه طبعا بالنسبة للمكاتب نص العلماء وفي هذا أحاديث وآثار على أنه يحط عنه الربع يعني إذا كانت قيمة العبد الآن لو باعه سيده يكون مائة ألف إذا جاء هو ليعتق نفسه يشتري نفسه يحط عنه الربع يحط عنه الربع فيكون يعني قيمته خمسة وسبعين ألف خمسة وسبعين ألف يحط عنه الربع وهكذا وهكذا لكن العبد هذا يبقى عبد حتى يسدد ما عليه ولا يبقى ولا درهم فإذا بقي درهم عليه ما زال عبد يعني ما زال تجري عليه إحكام العبودية فإذا تنازل ومثلا أسقط السيد خلاص عتق نعم وعن أمي سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان لإحدى كنا مكاتب وكان عنده ما يودي يودي فلتحتجم منه أو يودي فلتحتجم منه رواه الخمسة وصحاه الترميد طبعا هذا الحديث حديث ضعيف لأن في إسناده نبهان مولى لأمه السلمة وهو مجهول عموما الحديث ضعيف الحديث ضعيف ما يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن عموما مثل ما ذكرنا قبل قليل بأن العبد المكاتب يبقى عبد ما بقي عليه درهم وعليه أنه يبقى تجري عليه أحكام العبودي حتى يؤدي ما عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعليه وعليه قال يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد رواه أحمد وأبو داود النساء هذه المسائل الدقيقة أيضا لو أن مكاتب الآن كاتب سيده على العتق بمئة ألف سدد خمسين ألف سدد كم باقي باقي خمسين ألف نحن نفترض الآن نقول مسألة الربع هذه نخرجها الآن فإذا جنى جناية جناية أوجب الدية فإنه فإنه كما في الحديث يودى الدية يعني المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر دية الحر يعني الآن نفترض دية الحر كم مئتين ألف مئتين ألف الآن هو عتق نصفه لأنه خمسين ألف دفع خمسين ألف فكم يكون عليه مئة ألف لأن دية الحر كم مئتين ألف أفترضها طبعا أنا أفترض مساء مئتين ألف إذن هو لما دفع خمسين ألف إذن سيدفع نصف دية الحر لأنه هو حر نصفه حر عفوا ويدفع دية وبقدر ما رق منه دية العبد كم دية العبد مثلا نقول مئة مثلا إذن العبد على النصف من الحر إذن كم يكون عليه خمسين خمسين فيكون المجموع مئة خمسين هذا هو المعنى بارك الله فيكم وعن عمر بن الحارثي أخي جوالية أم المؤمنين رضي الله عنهما قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته درهما ولا دينار ولا عبد ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدق رواه البخاري هذا الحديث يشير إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الزهد والتقلل من الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم ولكن عندنا هنا سؤال هل مارية القبطية أعتقها النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أم أنها أصبحت أم ولد ثم عتقت بمجرد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام على القاعدة التي ذكرناها قبل قلل في أم الولد قولان لأهل العلم والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك عند موته درهما ولا دينارا ولا عبد ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء البغلة المعروفة البيضاء وسلاحه أرضا جعلها صدقة وعلى ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما آمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته أخرجه ابن ماجة والحاكم بإسناد ضعيف ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه رضي الله عنه الحديث هذا ضعيف من حيث الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن يصح إلى عمر بن الخطاب وقال به وأفتى وخالف في ذلك بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه وأرضاه والمسألة مبحوثة في كتب الفروع سبق أننا توسعنا في شرحها في شرح زاد المستقنع وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعانى مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبتي أظله الله يوم لا ظل إلا ظله رواه أحمد وصحاه الحاكم طبعا هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد لكن معناه صحيح ودلت عليه عمومات النصوص ولذلك الشاهد المكاتب المكاتب يعني يعاني أنه لا يوجد عبيد ولا أرقاء ولكن هذه أحاديث موجودة في دوابنا السنة طالب العلم من الضروري أنه يقرأها ويفهمها وأيضا يستوعب هذه المعاني وأيضا يكون يعني صمام أمان ولا يسمح بالشبهات أن تلوث أفكار الناس وعقائد الناس ولذلك أنا يعني وقفت هذه الوقفات وإن كانت سريعة لكن الغرض من هذا هو يعني نشر العلم وأيضا التأصيل الشرعي وأن يكون الناس يفهمون مثل هذه القضايا الهامة وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أسأل الله تعالى في ختام هذا المجلس أو هذه المجالس أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاءا مستجابا ونعوذ بالله تعالى من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم فيما ذكرنا وقلنا وأن يجعله خالصا لوجه الكريم وسأله جل وعلا أن يعيننا على طاعته وحسن عبادته وأن يسر لنا طرق التعلم والتفق في دينه إنه خير مسؤول ألتقيكم إن شاء الله في مجالس قادمة وفي مع فنون جديدة إن شاء الله سنعلن عنها قريبا بحول الله تعالى وقوته نقضي بها الوقت في طاعة الله ونسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل فيما نأتي ونذر وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر